اشتركوا في القناة توفي قبل ايام بالعاصمة الرباط الجنرال ادريس عرشان الطبيب السابق للملك الراحل الحسن الثاني والذي كان ايضا رئيسا للهيئة الوطنية للاطباء فترة طويلة ونفى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي يرأسه ابن اخ الراحل عبدالصمد عرشان وفاة طبيب الملك الحسن الثاني كما وجه سياسيون مغاربة برقية تعزية الى محمود عرشان اخ الراحل ولقد توفي صباح يوم الاحد الجنرال مولاي ادريس عرشان عن سن يناهز تسعون سنة بعد صراعه مع المرض وقد تقلد البروفيسور الجنرال مولاي ادريس عرشان عدة مناصب سامية هامة في البلاد وكان من المقربين للملك الراحل الحسن الثاني حيث اشتغل كطبيب خاص له لسنوات عديدة رحم الله الفقيد سائلنا المولى عز وجل ان يغفر له ويسكنه فسيح الجنان وان يرزق اهله الصبر والسلوان